Hello kids, how are you today? I'm Miss Nadia الدرسنا اليوم هو الدرس السادس في الفصل الأول والصف الثالث الابتدائي عنوان درسنا My head, my head, رأسي Look and say, انظر وقل رح ناخذ الرأس مع الوجه Face ناخذ كلمات جديدة Hair, hair, شعر Eye, nose Teeth, teeth Mouth Tongue Tongue Ear سبق وأخذنا my body جسمي هاليوم رح ناخذ my head Okay نشوف بالصفحة الأخرى Seventeen شخصيات الموجودة الثالث الموجودة ويانا في كتابنا زينة ريم ميمو كيكو حسن حسن and سامي طبعاً كل شخصية من هذه الشخصيات تحمل mask قناع والقناع يختلف عن الآخر تشوفون ملامح الوجه مختلفة هنا ومختلفة هنا هنا مختلفة عن هاي تشوفون الملامح في الست أقنعة كلها مختلفة عن بعض في هذا الدرس نتعلم كلمات جديدة big كبير small صغير long طويل short قصير يعني مثلا ناخذ long pencil short pencil big rubber small rubber وأيضاً نستخدم الماسك يعني طبعاً هنا نطلع في هذه المرحلة راح يسوون كل واحد راح يسوي قناع بشكل بملامح مختلفة عن الشكل الآخر حتى نميز بين big و small short and long أوكي مثلا ناخذ على سبيل المثال هذا الفيس شوفو long hair long hair long hair big eyes big eyes big nose big nose لكن بالنسبة لهذا الماسك أو القناع small eyes big nose long hair small eyes small eyes short hair short hair small nose big ears big ears small ears small ears big eyes big mouth big mouth small nose إذن كل طالب راح يسوي قناع وهذه طبعا في الصف راح نلعبها game لعبة ممكن تكون طبعا كمباراة بين التلاميذ إذا في المدرسة وممكن بين الأخوة أو الأصدقاء في البيت نشوف نشوف مثلا I want a mask أنا أريد قناع big eyes big nose small ears فرح نختار منه طبعا راح يكون هذا الماسك هذا القناع big eyes big nose small ears مثلا أريد قناع I want a mask with small eyes big ears and short hair طبعا راح يكون هذا ونكمل أيضا بالنسبة للبقية small eyes big nose ورح تكون مباراة بين التلاميذ أوكي هذا بالنسبة لل pupils بوك أما بالنسبة للنشاط فنفس الشخصيات هنا تشوفون وجوههم أو أشياءهم ناقصة طبعا مثل ما نعرف أنه الفيس بي two eyes هنا منطيني رسم العين ونمبر two إذن أرسم هنا two eyes بالنسبة للشخصية ريم عندي شكل balloon and number five ورقم خمسة إذن شو لازم أرسم هنا five balloons five balloons أوكي بالنسبة للمبر هذه المزهرية مطلوب مني three flowers three flowers فإذن هنا راح أرسم three flowers بالنسبة الميمو منطيني four and leg إذن أرسم four legs الميمو four legs بالنسبة الكيكو one one head هذا كيكو هذا كيكو هذا أرسمها جسمها فإذن شو ناقص one head أرسم الhead بالنسبة لتها هنا أكمل دواج بي بالنشاط راح أخذ راح أخذ هذي الكلمة طبعاً مكتوبة wrong order يعني في ترتيب خطأ فلازم أرتب الحروف بصورة صحيحة بهادي طريقة نتهجأ ونكتب هذه عندي طبعاً حسب الصورة ممكن أحذرها الكلمة شنو هي طبعاً أطوخها بالبداية وبعدين أرتبها ج أخذها من البداية آ م ج آ م ج فأجيب هنانا الحرف الجي اللي صوتها ج ولا آ م جام اللي هي المربى أوكي بالنسبة لهذه الصورة مبينة من يعني هذه الكلمة اللي ما مترتب مبينة من الصورة إن فيا كايت فأكيد راح آخذ الأصوات أ إ ت ك أجي هنا نحط الكي ك آ ت والحرف الإ في النهاية راح تكون كلمة كايت هذي حسب الصورة لغ عندي ق هذا حرف الجي اللي صوته ق ل ا أ أخذ حرف الإ بالفداية بعدين أنزل الإ بعدين ق لغ لغ أوكي وأكمل ال سبالينغ هنا عندي حسب الصورة عندي هذي المات السجادة الصغيرة طبعا م ت آ م ت آ مدام هي مات فأنزل م آ ت مات حسب الصورة عندي كلمة نت أ ن ت أ ن ت طبعا مدام أنا يعرف هالكلمة أن تبدو بالآن أن أنزل أن أ ت نت الكلمة الأخرى حسب الصورة orange أو طبعا هنا أنا حرف ج رح يحتفظ بنفس اسمه نفس صوت اسمه ج آ ر آ ن إ فرح تكون orange orange طبعا الج قبل الإ أوكي هنا حرف صورة البن فعندي ا ب ن ا ب ان فتبجي بال ب فأنزل الب بعدين ا بعدين ان صير بن بن أوكي وهكذا أعزائي تلاميذ الثالث الابتدائي ينتهي درسنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر